حقق معرض سيتسكيب البحرين مشاركة محلية وأقليمية واسعة وذلك في ظل موفره من فرصة سانحة أمام المطورين العقاريين لاستعراض منتجاتهم العقارية بكل نجاح نعم هذا بالإضافة إلى ما شهده المعرض من مشاركة واسعة في المنتدى المصاحب له والذي أعطى بعدا علميا مميزا من خلال جلساته النقاشية في أجواء حافلة بالحيوية والإبداع جاء منتدى سيتسكيب هذا العام بعنوان ابتكر ارتقي ازدهر مقومات العيش في قلب رؤية البحرين ليشهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء العقاريين وقادة الشركات العالمية ليناقش التحديات التي تواجه القطاع العقارية في المنطقة والفرص الواعدة لتعزيز الاستدامة من خلال تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية إنه حدث يتجاوز حدود النقاش التقليدي ليكون منبرا لإطلاق مشاريع تحمل رؤى مستقبلية تعزز الاقتصاد الوطني أفكار إبداعية ومبتكرة وقابلة للتطبيق ونحن إن شاء الله من خلال هذا المؤتمر سوف نعرضها على المطورين والعاملين في القطاع العقاري لذلك يستفيدون منه وتطبيق ما يمكن منه تخلل المنتدى كلمات رئيسية لعدد من المتحدثين البارزين أكدوا خلالها أهمية المنتدى كمنصة إقليمية تسلط الضوء على الفرص العقارية الواعدة في البحرين بالإضافة إلى المناقشة المستفيدة على مدار اليوم لعدة محاور رئيسية أبرزها إطلاق مشاريع المدن الذكية وتطبيق معايير الاستدامة البيئية كما تناول المتحدثون سبل تعزيز الشركات بين القطاعين العام والخاص وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق التنمية العقارية المتكاملة لله الحمد في مملكة البحرين المسيرة التنمية الشاملة بقيادة سيدي جاءت ملك المعظم حفظ الله ورعاه وبتوجهات مستمرة لسيدي صاحب السمو الملك والعهد رئيس مجل الزراء حفظ الله نرى أن القطاع العقاري في البحرين يتقدم من نجاح إلى نجاح آخر يمكن مؤتمر ومعرض سيتسكيب لجانب ودور مهم في هذا الموضوع لأنه اليوم أصبح ملتقى سنوي يتم استعرض فيه مو فقط المشاريع ولكن حتى الأفكار يتم مناقشة فيه أيضا آخر المستجدات للتعلق بالقطاع العقاري وكيف ممكن هو يكون مساهم بشكل أكبر بالناتج المحلي كيف ممكن نحن نعزز من تنافسية البحرين يمكن أن يسمعني اليوم أكثر من المتحدث يتكلم عن أحد محاور المؤتمر عن جولة الحياة وإذا بننظر حق جولة الحياة لها مؤشرات معينة من الأمم المتحدة يمكن تقريبا من التسع مؤشرات الحمد بحرين أحرزت تقدم كبير فيها يمكن من مصاف الدول في الطليع في هذا الجانب بالنسبة عن سيتيسكيب طبعا سيتيسكيب يعتبر أكبر معرض عقاري في البحرين ويدعم القطاع العقاري والمشاريع العقارية فهو يعتبر المعلم الرئيسي لهذا القطاع بالنسبة لأننا مشاركتنا اليوم في هذه المسابقة طبعا نشكر مؤسسة تنظيم العقاري على طعم الشباب والتطوير والأفكار الموجودة لفعلا تواجدها اليوم على أرض الواقع في ختام فعاليات هذا المنتدى المصاحب لمعرض سيتيسكيب البحرين تتجلى مملكة البحرين كمنصة للإبداع والتخطيط الحضري الذي يضع الإنسان في صلب التنمية ومن هنا من أرض الفرص الواعدة تواصل البحرين قيادة قطاع التطوير العقاري نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة سيتيسكيب البحرين لم يقتصر على كونه المعرض العقاري الأبرز في مملكة البحرين إلا أنه اجتمل على منتدى علمي وأكاديمي احتضن العديد من الخبرات التي أثرت الحضور بخبراتهم العلمية والعملية سعيا للوصول بالابتكار العقاري إلى مستويات مرموقة جدا يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين المصدرات التي تتغطيت أصبح مستهدم ل 하면서 بالتحلي journaling إمرا debنزل فعل الشخط